معلش كان فيه بس جملة جد غلط في المقدمة لما عايزت العليلي بيقول على نور الشريف عاش خاين ومات كافر فانا بشكر الاخوة مدمني الافلام المصرية عاش خاين ومات كافر ان شاء الله نسمعها ان شاء الله هنسمعها عن واحد قريب قوي على اي حال خاين نبدأ جولة الاخبار السيسي قال جملة على مصر لازم نقفه الدمع اكتراوي قال لك انا كنت تواخد شبه دولة طيب شبه دولة يعني مفيش مؤسسات يعني الدولة عبارة عن مؤسسات شبه دولة يعني مفيش مؤسسات وانا مش مباركي ولا سداتي ولا ناصري بس اشهد انه التلاتة دول كان كل واحد فيهم بيحط خطة خمسية ويمشي عليها والخطة الخمسية تخلص وكان فيه مؤسسات كان فيه مخابرات كان فيه وزارة داكلية عندهم تجاوزات مش مشكلة بس كان فيه مؤسسة صح؟ انا بقى اوريك دلوقتي ان احنا اللي عايشين فيه فعلا شبه دولة احنا عايشين يا حضرات مصر تحولت الى شبه دولة هتقولي ازاي هقولك لما واحد يبيع للامارات مواني مصر لما واحد يسلم جزر لدولة تانية لما واحد يبيع موانينا في البحر يتوصي ويقالل حدودنا ديش بيدولة مش مقتنع انت مكالة الصح طب خد اللي جاية دي بقى موحاكم دماغ السيساوي لا يعني صعب قوي يعني دماغ صعب قوي لانه بيربط ما بين الوطن وشخص فالشخص يموت الشخص ده بقى اذا هو القانون اذا اخطأ فالقانون خد اللي جاية دي خدش كده اسأل نفسك البنك المركزي المصري ايه اهم دورين لي البنك المركزي المصري ايه اهم دورين بيلعبهم انا مش اقتصادي ولا ادعي ان انا اقتصادي ولا لي علاقة بالبنك المركزي انا راجل على باب الله بس انا اللي عرفوا ان البنك المركزي اهم وظفتين بيعملهم واحد وضع السياسة النقدية للدولة اتنين الرقابة على البنوك أنا أعرف حاجة تانية ما أعرف والله ما أعرف هاته الدكتور مصطفى الشهيد هاته الدكتور مش عارف مين هاته أي حد في بنك المركز يقول لنا بلاش عام نجيب ليه ما نروح للدستور دستور 2019 هو فيه دستور في 2019 تصور تدحك احنا عملنا دستور في 2012 ودستور في 2014 وده بتاع 2014 ده تشخرم لحد ما في 2019 لحد يوم 2019 وعلى فكرة هاتشخم تاني نروح للدستور 2019 ده بيقولي بقى عن البنك المركزي ما هي دور وظيفة البنك المركزي بص يا سيد المادة 120 يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقضية والاقتمانية والمصرفية ويشرف على تنفذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي بنوك يعني وله وحده حق إصدار النقض ويعمل على سلامة النظام النقضي والمصرفي واستقرار أسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون مدى 221 تختص سيبك بقى من الهاية العامة رقب على البنوك والتأمين والحاجات دي مناش دعو بها دي أوكي؟ يعني أهم وظيفتين للبنك المركزي أنه بيضع السياسة النقضية وأنه بيرقب الجهاز المصرفي وله وحده حق طبع النقود طبعا أنا هقولك حكاية وإنت مسلم صلى على النبي مسيحي مجد سيدك وقل لي دي دولة ولا شبه دولة بس وأنا راضي عم ضميرك وحكمك فين بقى السياسات النقضية اللي بيحطها للبنك المركزي؟ تعالى البنك المركزي يا حضرات دلوقتي عامل الشعب حقر تجاره بيعمل حل كده وبعدين يجربوا يعمل حل فالحل إيه؟ يلبسنا في حيطة فيجي شايل الحل ده وجايب حل تاني يعني عمل حله الحل ده لبسنا في حيطة خلاص؟ لا ده الحل ده وحش جدا رح جاب حل تاني هب لبسنا في حيطة فيعمل إيه بقى؟ يجاي الحل الأولاني اللي لبسنا في حيطة ويرجعه هو أنتوا بتذكروا ولا إيه النوع المخدرات تشربوها؟ ده اللي بالضبط اللي حصل في أزمة الدولار وقرارات البنك المركزي عما اقترق عامل لما جاه حتى قرارات كده خليه نبدأ من سنة عشرين خليه نبدأ من هنا من هنا سنة عشرين البنك المركزي قرارات وضع حد الإيداع والسحب تستهدل حماية الاقتصاد من اللي وقف ده؟ طرق عامر عمل إيه بقى؟ عمل وضع حد الإيداع والسحب عشان يحمي الاقتصاد المصري طب وبعدين حمل الاقتصاد قالوا لك لا 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 ده خروحش ده خرب البلد ماشوا طرق عامل شالوا قلدوا جابوا شهين قلدوا قال ما انتوش لعبين ماشوا طرق عامر طرق عامر ده خلوحش جدا ايوه صح وبعدين راحوا مراجعين تاني بقى قالك دلوقتي بقى معلش يعني هو تصدق اني القرارات اللي حطها طرق عامر كانت كويسة يا راجل يعني ايه يعني بالظبط زي بقولك كده يعني بعد ما طرق عامر رجع قالك ضوابط وضع حد الإيداع والسحب تستهدف حماية الاقتصاد ده الكلام ده كان في عشرين ماشوا طرق عامر من ثلاث سنين وقالك لا افتحوا البلد شيبك من قصة دي خالص افتح واعلنوا ده رجعوا تاني النهاردة بقى رجعوا قرار طرق عامر تاني يعني الاول طرق عامر وضع حد ليه الإيداع والسحب حضرتك رايح تودع فلوس في البنك في حدود حضرتك رايح تسحب لا بتسحبش أكثر من كذا ماشوا طرق عامر وقالك ايه احنا هنقبل اي فلوس من اي حد دون السؤال عن مصدرها دين احنا في البرنامج ده قلنا جماعة في حاجة يسمع كده ده فيه اموال دعارة وفيه اموال سلاح وفيه اموال تجارة بالبشر دي اللي بسموها غسيل اموال ازاي بتقبلوا فلوس كده قالك معاك اي مبلغ عايز تحطه مش هيسألوك في البنك جايبه منين حطه النهاردة جايين يقولك لا 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 وضع ضوابط جديدة من البنك المركزي لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية النهاردة هو انبقرح 26 ديسمبر اصدر البنك المركزي الاحد ضوابط او ايوم الحد ضوابط جديدة تشديد الرقابة على التدفقات النقدية صنفها ضمن مكافحة غسيل الاموال ونبع يبيبه عشان بس هما هنا مفهموش يعني هاتلي فيديو خير رمضان او حد من المزيع المصريين وهو بيبارك قرار طارق عامر لما سوري بيبارك طارق قرار انك حط اي فلوس في البنك مش هنسألك عن مصدرها طلعوا قالوا كده والله العظيم طلعوا قالوا انه يا جماعة بجد محدش هيسألك عن مصدر الاموال روح حط اي مبلغ في البنك طب وبعدين وهنا في البرنامج ده قلناك كابس هو ما عرفش لي زميلي ما اجابوش الفيديو ده طلعوا الموزيعين كلهم على الشاشات بالليل اي مبلغ معاك روح حطه في البنك مش هيسألك عن مصدرها جينا احنا في البرنامج قلنا ده كلام عيب ده دولة عيب والله العظيم النهاردة بيحطوا وضع ضوابط جديدة الله فين موجود عندي طب وهاتوا رقم كام مش معقول يا اخوانا والله هات الفيديو كده معلش هات الفيديو 27 ده هات الفيديو 27 ده كده عشان يطمنوا كل الحرمية ان لو معاك حتى لو مليار دولار مش هنسألك انت جبت الفلوس منين مش هنسألك من اين لك هذا ان الله حليم سطار تبا زيدك من الشاربيت اصوه فرعت ايه ما لأعصابك كبيرة بتسرق عصابة اللصوص العسكر بيسرقوا ده على رأي الأخ السعودي هذا ما شغل دولة هذا شغل عصابات ده شغل لصوص خدوا تفويت في عتمة لكن معلش 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 هو فيه عندنا جهاز كان زمان عندنا جهاز اسمه مدعا العام الشتراكي على فكرة هو كان في وزارة العدل جنب وزارة العدل كده في شارع الأزوالين اللي تكلمنا عنه من كم يوم كده كان اسمه المدعا العام الشتراكي وكان الراجل ده مهمته من اين لك هذا معلش معا عندنا جهاز دلوقتي لمكافحة غسيل أموال او الله العظيم يعني المفروض اول واحد يتكلم يقول سوري ستوب يعني ايه تحطت مليون دولار في البنك من غير ما تقول مصدرها ايه انت لو عرفت بقى مين هو المسؤول عن جهاز مكافحة غسيل أموال ممكن يجي لك دلوقتي درم عرف ليه حذف مكافحة غسيل أموال حضرات السادة اسمحولي اقدم لكم الرجل المنوض به مكافحة غسيل أموال في البنك المركزي او في مصر كلها اخوا السيسي او الله مش مصدقني شقيق السيسي رئيسا لوحدة مكافحة غسيل أموال وغسل الأموال أه ه ه ه ه ه ه ه ه اه رحتي بقى جب اخو ما هو احنا سرقين اكلين اتلين نايمين مع بعض خلاص يعني طريع عامر شدد الضوابط على الإداء والسحب ده في عشرين و عشرين ماشوا طريق عامر فتحوا السحب على البحري فتحوا الإداء على البحري وقال لك مشان نسألك على انتجاب الأمان منين حط أي مبلغ وطلق أخير رمضان بأهلل وإحمد موسى هوب النهاردة رجعوا تاني للقرار طريق عامر شبه البنك المركزي قررت وضع حد الإداء والسحب تستهدف حماية الاقتصاد وبعدين رجعوا تاني فيه 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 النص فيه مش كده فيه فيه النص كده قال لك لأ لقوا القرار ده وبعدين رجعوا تاني للقرار الأولاني ضوابط جاية لتجديد الرقابة على التدفقات النقدية يعني بالترتيب كده طريق عامر قال لأ ضوابط على الإداء والسحب مش طريق عامر خرب البلد أوكي حط أي مبلغ في الدنيا مش هنسألك لو معاك مليون دولار مش هنسألك البنك الأهلي لو معاك مليون دولار اشتري شهادة دون السؤال عن مصدر الأموال منين وبعدين فجأة فجأة دلوقتي البنوك توقف تلقي الدولار مجهول المصدر تب حد يقول لنا يا جماعة فين السياسة النقدية والله العظيم انتو لو في طابونة مش تعملوا كده من عشرين لتلاتة وعشرين تلات قرارات هو يعني قرارات عاد بس اعتبرهم تلاتة أو قرارين وضع حد الإداع امشي افتح الإداع أي مبلغ لو معاك مليون دولار مش هنسألك اه بازلت البال اوكي نرجع بالأولاني وضع حد للإداع يعني في خمسة وعشرين سبعة تلاتة وعشرين شهر يوليو البنك الأهلي لو معاك مليون دولار اشتري شهادة دون السؤال عن مصدر الأموال في سبعة وعشرين ديسمبر البنوك توقف تلقي الدولار مجهول المصدر أنا بقى عندي سؤال طب الراجل بقى اللي حط مليون دولار وما سألتهش عن المصدر هترجعهم له ولا هتقول لك معلش عصادك وانت بتحطهم ما قلت لناشي جبتهم من اين طب ده أنا حدطهم من شهر حاجات لازم تقول لنا المصدر ايه وإلا راحت عليك السؤال هنا هو أنت عصابة ولا دولة هل دي دولة أنت عمرك في حياتك شوفت دولة كده يا جماعة أنتوا قصة أنت مش بتلعب بألف جنيه يعني أنت مش بتنصب على واحد في مليون جنيه أنت بتلعب بدولة بسمع الدولة البلاد ما بتدارش كده ويمكن ده اللي خلى النجيب صغيرة سيطلع يقول عايزين مسؤولين بتفهم مع سيد علي اسمع كده عايزين ناس تيجي بقى ناس جديدة ناس كن فاهمة وتحل المشاكل الموجودة عندنا عايزين نشجع الاستثمار بأننا نحن نحل مسألة العملة اللي هي واسة في الطريق دي في حاجات تجير عايزينها يعني فنرجو أنه هو يكون سمعناه وأنه يكون يعني ده فيه زهنه ونوي عليه يعني أنت طبعا أنت زي حالاتي أنت يا مولاي كما خلقتني اطبخ يا جاري ياكلف يا سيد العبدو سيدو على المحطة أنت الحاجات دي تبعك صح زي دي لكن انت بتعرفش أن فيه ناس بتتضر فيه شركات بقى بتتقفل قد عندك مثلا نهو بيستخدم العقلية الأمنية وعمال يقفل في شركات صرافة مصر تغلق سبع شركات صرافة لم تستوفي الحد الأدنى لرأس المال طبين نتيجة بقى النتيجة أن الدولار في البنك هم بيقول وصل لخمسة وخمسين جنيه برحنا قلناه بس ما شوف صاحبي قاله فينك يا أبو الصحاب أبو الصحاب ما بعتليش النهار ده ما بعتليش نايم تخيل أهو دولار السوق السوداء في مصر يلامس خمسة وخمسين جنيه أهو بعاتلي هو أربعة وخمسين للأمانة الراجل بعاتلي أهو أربعة وخمسين أربعين بلح كان خمسة وخمسين النهار ده أهو بعاتلي الراجل للأمانة يعني للأمانة أهو أنت فين يا رئيس سوري 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 أنا بعدت غلط يعني أصدي رحت برامي نتفضل يا بيه أربعة وخمسين أربعين حلو جدا حلو جدا أربعة وخمسين أربعين تخيل وطبعا أزمة الدولار دي بتأثر على كل حاجة في البلد ليه؟ لأنه أنت عايز مواد إنتاج وده اللي حصل الخبر بيقول رقم قياسي لعدم توفر مواد الإنتاج انخفاض انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحولية بنسبة 3% في أكتوبر تخيل 3% الأزمة الاقتصادية تتسبب في ندرة فرص العمل 50% تراجع في معدل إنتاج الوظائف لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة خل العام 50% تباطؤ في إنتاج فرص العمل المتاحة بقطاع التكنولوجيا 90% في توفير فرص عمل 90% فشل الحكومة في توفير فرص عمل في القطاعات الصناعية خيل حتى الحاجات الحيوية أو زي الأدوية لازم تتأثر واختفت أنواع كتير من الأدوية وبدأ البحث عن بديل وده اللي بيقوله موقع سي إن إن بالعربي الإسم التجاري يربك سوق الضواء في مصر وصيادلة يطالبون بتدول بتدول بالإسم العلمي يا حضرات الدولار الحقيقة أثر في حياة المرضى بسبب نقص الأدوية دي وارتفاع أسعارها والحجة المتكررة إن دي مؤمرة على مصر وده اللي قاله السيد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان اسمعوا فيديو كده موجود 800 خط إنتاج موجود 80 ألف سيدالية موجود 300 ألف سيدالي إحنا سادس دولة في العالم في البحث الدوائي مع سيد مع أكرم من 70 كلية سيدالة أرجوك يا جماعة إحنا جايين زمن الطول محفوز إذا كان بتعامل علينا مؤمرة ودي موجود عشان بدأنا لنطلق نحن فضيح يا بيه 200 مليار جنيه حجم إنتاج الدواء في مصر كل اللي حصل ده نتيجة مؤامرة على مصر في الدواء الأشكال دي ربنا مش هتوب عينها منها بقى بجد والأشكال دي يعني الناس واصلة لمرحلة من الدحك عدون مش هيتوب عينها ربنا من الناس دي حتى الدحكة أنا أول مرة عارف من المؤامرة حلوة بكده قالك في مؤامرة على مصر قالك فيه هو فيه اللي قاعد فوق بقى ده اللي بيتأمر على مصر عمرك شفت بنك مركزي يشدد الرقابة على الإداع في عشرين وبعدين يلغي وبعدين يسمح بتدفق نقضي بدون السؤال عن المصدر وبعدين يلغي يرجع اللي أولاني يعني ده مصر عشان تتحول من الاشتراكية للانفتاح كانت تقريبا من ستة وخمسين سبعة وخمسين لحد مثلا أو من ستين قرارات اشتراكية مثلا يعني تقريبا يعني لحد أربعة وسبعين لما السادات خد قرار الانفتاح شوف كم سنة كتير لا ده بقى المعلم على طول طاك ضابط الإداع امشي مليون دولار محدش يسألك احنا فتحنا للدنيا سبه للا هب رجعنا تاني ضابط على الإداع في النهاية احنا قدام أزمة طاحنة بتاعت الدولار مفيش انا ما بفهمش في اقتصاد ومش خصتي لكن صروة مصر هي المنفذ الحقيقي يعني المصريين بالخارج حتى دي اللي كانت أحد تدفقات العملة في مصر بص لا لا هاتلي الخبر ده بقى مصر ضمن أعلى خمس دول تلقت تحويلات من المغتربين في تلاتة وعشرين الصين الفلبين أربعين في المائة ده البنك الدولي اللي عملها الهند مية خمسة وعشرين مصر أربع وعشرين مليار ايه ده أربع وعشرين ده ايه بالدولار بالمليار تخيل مصر من أعلى خمس دول تلقت تحويلات من المغتربين في العالم الجرافي من الصين والفلبين ومصر اللي هي فيها سروة يعني انت الدول دي الهند دي فيها سروة بشرية رهيبة الصين يعني سكان الصين والصين في كل حتة انت بتفتح شباك في أي حية عشوية تلاقي الصين يطلع لك منه بص انت نفس الصين بالزبط اللي يرجع يقولك بتخلفه كتير تمام سروة بشرية يعني بيطلعه بره بيجيولك فلوس يا بجح ده أكبر دقيلة عن الناس سروة بشرية خاصة لو انت أحسنت تعليمهم عارف ليه الهند بيجيب أحسن منك؟ لأن أغلب الهنود بيشتغلوا في مجالات التكنولوجيا والحاجات دي ناس بيجيب فلوس كتير قوي لو أحسنت تعليمهم ورعايتهم هتصدرهم بره يجيب لك عملة بس انت غبي أو عميل يعني ديقتي دماغك وفضلت ترتز فيهم وتنصب عليهم وتعمل عليهم خطط عشان تقلل الخصوبة وشوية تعمل خطط عشان تاخد ثلوسهم اللي بره تمامهم بيبعاتوا فلوس مصر جنب الصين تجار الدولار يواجهون السجن والغرامة بالقانون أيوة كده اشتغل اشتغل يا معلم اشتغل بالقانون موحدين يحزر من انفلات سعر الصرف استهداف التدخم أولوية قسوة يا حضرات حد يقول لي بقى بعد ما حكت لك الهكاية دي دولة ولا شبه دولة انت بقى بعقلك سيبك بتكرهني بتحبيني شايفني ايه انا مخصنش القصة دي ولا تلزمني انا بسألك هل ده هل دي دولة هل في دولة في الدنيا اسمها تعانع محترمة تشدد الرقابة على الإداع وبعدين تلغي وتفتح الإداع وفيه أموال عامة يا راجل فيه نيابة أموال عامة وفيه مباحث أموال عامة وفيه غسيل أموال وكان فيه مدعم اشتراكي وفي الآخر الدول ما بتدخلش مليون دولار بدون ما تسألك ده منين ده وقلنا الكلام ده هنا في البرنامج ده وان ترجع تاني امبارح ولا أول امبارح يوم الحد نشدد الرقابة على الإداع طيب والناس اللي في النص هل دي دولة؟ وفي الآخر يقولك مصر كيتشبه دولة كيتشبه دولة كسمها؟ دي أشباه دولة مش دولة حقيقية يعني بيتكلم على دولة دولة قانون دولة مؤسسات دولة بتحترم نفسها والعالم بيحترمها وفيه وقت تفتكروا ان الكلام ده حيتعمل وانه حسبنا ده ده يا خيشة خداد قوي أنا كنت فاكرك يا خيشة فهلوي دي كتغنية في التمانينات هي دي شبه دولة؟ وما انت اللي تعملوا إيه؟ يعني أنا ليه يا صديق اقتصادي بيقول لي يا باشا هم بيعملوا كده عشان يلموا فلوس المصريين والدولة تاخدهم لأنه البنوك ما فيهاش فلوس الحكومة شفطتهم الشعار حط فلوسك عشان ناخدهم والله اقتصادي وماجستير في المالية من أمريكا بعد بيقول لي هم عملوا القصة دي عشان اللي هي قصة تجديد الإداع الرقابة على ضوابة الإداع وبعدين لغيه ويفتح حط مليون دولار محدش يسألك وب رجع تاني هو بيقول لي تفسيري يعني هم بيعملوا كده عشان يلموا فلوس المصريين والدولة تاخدهم لأن البنوك ما فيهاش فلوس الحكومة شفطتهم الشعار حط فلوسك عشان ناخدهم وبعدين تيجي تاخد فلوسك ربما لكش عندنا لما عجزة أمك في العيش هلأ طارت طارت خلاص بقى دي دولة حتى لو لو التفسير ده صحيح بتاع الرجل مقتصد اللي هو ماجستير في المالية من أمريكا تبقى دي دولة ولا عصابة ده ده فكرني بفيلم جماعة مدمين الأفلام يقولي لعي اسم الفيلم ده غالبا عوكل عوكل لما كان خاطب واحدة سيكو سيكو وأخوها كان بياخد منه الفلوس ويقوله بحواش لك يا عبيد بحواش لك